راديون انا مجني علي ليه انا باجزب لنفسي هذه العلاقات اعتقد ناس كتير جدا بتسمعنا عيشة ده اولادي او ناس تعافتوا كتعيشة التجربة دي او تعرف ناس عيشة التجربة دي ابعتولنا على الاسم اس 153 او تبعتوا على صفحتنا صفحت نغم اف ام وطبعا احمد سليم باعت بيقول فعلا سوق الاختيار ممكن يسبب كرسى احنا بقى يا استاذ احمد بنجيب بقى من الاول خالص ليه اصلا انت بتختار اختيارات سيئة وغير مناسبة لك مسائل فل ليه حسام المصري يومنا فاروق برحب بيك محمد راديك ويه حماد المصري وارجب بقى لضفنا اللايف كوتش سيدن سعيد المهندس سيدن سعيد عايزين سريعا كده اتعرف المستمعين بيكون انت اصلا مهندس مش لايف كوتش ودخلت لايف كوتشينج ازاي اوكي هي طبعا هي قصة قصيرة طويلة بس انا خلال زهيارة اه هي قصة كوميدية يعني انا سبحان الله انا اخترت اصلا الطريق بتاعي اللي هو الهندسة اخترته محدش اكبرني عليه وانا بحب جدا الهندسة وبحب جدا ان انا كنت زي طفولتنا متفكك لعبنا وانطلع منها كنت احب اطلع لعب جديدة منها واخترع اه يعني يدلق بقى الزيت والسكر في الحوض وبتاع اماما وطلع منها فاكرة دي تفعولات كيميائية بقى وكان عندي طموح بقى لابقى عالم والكلام ده وكنت واخد حتة من النيش عندنا في البيت بقى النيش كده بتاع اللي هو من استخدمهش ده ما هو ما كانش باستخدمه اصلا وعملوا معمل بقى يعني انا ده مختبري والمعمل بتاعي وكده وبدأت بقى قصة الهندسة بقى من الحتة دي كنت من ساعتها مصطفى محمود والحاجات دي كنت احب العلم والايمان والبرنامج ده جدا بعد كده بقى لقيت ان انا مجبرت بقى اخترت الهندسة فعلا وانجحت فيها كتاني الدفعة وبقيت شاطر وكده ومارست الهندسة بالفعل بس لقيت ان ده مش يعني لقيت ان الروتين بتاع الشغل وكده يعني هو ده بيقتل حاجة جواك واحدة واحدة يوم بعد يوم الروتين ده خلاني زي انطفي شوية لاننا كان عندي زي حس فني شوية الرسمة والمزيكة والاخراج السينمائي والحاجات الافلام والموفي ميكر والحاجات دي فكنت حاس لنا بتنازل عن جزء من روحي او جزء حاجة من حقيقتي او تكويني في الحتة دي غير لانا جوايا حتة عملية شوية لنحية الهندسة واخترت بعد كده زي في رحلة البحث عن الزيت بس وفي الاخر وصلت بقى لانا يعني ازاي التجارب دي كلها اجمعها واحاول برضو الرحلة اللي انا وصلت لها ده عنوان الكتاب الرئيس الراحل البحث عن الزيت هي كلمة فعلا في كلنا محتاجين نعمل رحلة البحث عن الزيت ولقيت ان هي مش بحث عن الزيت هي انت بتصنع الزيت يعني هي فعلا بتبحث عن شيء لكن بتفاجأ ان انت بتصنعه في الاخر فدي اللي انا يعني ربنا ووفقني في حتة اللي انا بنحاول وماشيين على تراك بس مرحل 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 اشتركوا في القناة